وإلى بيروت الآن العاصمة اللبنانية مع ضيفنا من هناك وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي في حديث مطول مساء الخير حضرة اللواء وأهلاً فيك بحدث اليوم مساء الخير ستنة الله معيك أهلاً فيك مع الوزير مبروك أنه طرابلس هدأت حضرتك من أهم وأبرز فعاليات الشمال ومدينة طرابلس وحضرتك أكيد اختصاصك الأساسي أمني وبالتالي بهمنا نعرف تماماً ما الذي حصل لهدأت الأمور هل خرج المسلحون بممر آمن الجيش اللبناني ما طبيعة الأوامر التي لديه وهل انتهت المعركة عند هذا الحد مساء الخير أنا مش من أبرز الفعاليات أنا مواطن طرابلسي أكيد خلفية أمنية مثل ما قلت ستنا حكماً بوضع كل تجربتي بتصرف وطني وبلدي باعتقد المرحلة كأنه هاي اللغم اللي كان عم ينبط عوامين ما شوي شوي خلصنا منه خلص اليوم خلي نكونوا واقعين دم كل اللبنانيين اليوم نحن عم نعيش تدعيات ما يحصل في المنطقة كلها سوا عم نعيش تدعيات مباشرة لواقع سوريا عم نعيش تدعيات الاحتقان السني الشيعي في المنطقة اليوم ما بتصور حدا حيتأمل يكون طباوي اللي درجة يقول بللحنا هاي خلصت كل المرحل بهالحدث هذا حاليا اليوم نعم خلصنا سمي إزباديك لغم معين القادم قد يكون لغم تاني وثالث ورابع لأن المنطقة كلها بحالة غير طبيعية لحياة ستنجوها نعم طيب حضرة اللواء المسلحين خرجوا من المدينة ما سمعنا عن اتقالات للمجموعات الأبرز الأسامي الأشهر بين هؤلاء وبالتالي سؤال هو إلى أين ذهب وخاصة أنه أيضا في بحنين في المنية المنطقة الأخرى اللي اشتعلت مع ترابلوس كذلك الأمر لم نسمع بأنه حصل اتقال للأشخاص اللي مفترض أنه المشكل صار معهم بالأساس لا صار في توقفات لم يعلن عنها قد يكون منع من أسماء البارزة أو الأشهر إنما في أشخاص أكيد أوقفت سواء بمحنين البنية أو بطرابلوس إنما الأساسيين أكيد فروا أو هربوا أو توروا عن أنظار اليوم العمليات الميدانية الواقعية منمت الأفلام الهوليودي بالفيلم الهوليودي المخرج بده يوقف كل الناس فيه يوقف كل الناس إنما بالواقع رجعي لك كل عملية مشابهة ما بيصير بالأيان الأولى توقيف كل العالم الأبرز أكيد بيكون عنده قدرة أكتر من العناصر العاديين للتواري بتلاحق المؤسسات أو الأجهزة الأمنية سواء مخابراتيا أو عسكريا إنما اليوم بتصور هاي المشكلة أو هذا اللغم فوقك بجزء كبير من مقوناته يبقى متابعة أو ملاحقة من فر معي الوزير فيه كثير من التحليلات الإعلامية والسياسية اللبنانية التقول عن معركة تربص بأنها مختلفة جدريا عن معركة عرسال بين هلالين من ناحية طبيعة الأوامر التي أعطيت للجيش ولناحية طبيعة التغطية السياسية أود أن أسمع ماذا تقول معاليك في هذا السياق لا شك هنا نفصل الأدور كما هي تماما اليوم المنطقة تعيش احتقان عالي جدا متما أننا آسف أني أقول سمني شيعي بلبنان نعم فيه احتقان قد يكون أقل مما هو في سوريا أو أقل مما هو في العراق إنما فيه واقع حكما فيه ناس عنده حالة أهر ناس عنده حالة تملمون حالة تزمر فيه أماكن معينة نعم كان فيه صيف وشتاء على نفس الصقف بلبنان وهي كله متدعيات الواقع السوري اللي كان عمره 30 سنة بلبنان الناس اليوم بتتعيش بشكل متساوي جدا مش حدا بيسمني وحدا بيزايد أو مواطن بيسمني ومواطن بيزايد هذا الواقع منه مقبول نهائيا إذن تراكمة هالأمور كلها سوا هذا التراكم فيه ناس بتروح بتعاجوا بعقلاني وبهدوء وبنظرة بعيدة المدى استراتيجية إنما بهدوء فيه ناس طبيعتها إذا بدك حامية أكتر بتروح على عنف أكتر الحياة إذا ما نلاحظ المكون العددي للمجموعتين فارق كبير جدا العقلانيين بيكون هنا الأكثر عددا الانفعاليين بشكل إذا بدك عنيف جدا بيكون هنا الأقل عددا بلبنان ما بنشوف ولا مرة عما مصطحة إلا لكون علاج عقلاني بعيد المدى ولنركب دولة بكل معنى الكلمة يوم أنا كنت إذا عم بتشكها من احتقانة معينة عم بتشكها من دولة هايمنت بمرحلة معينة على الدولة مش معناتها بتكون دولة تانية أو ميليشيا أو مجموعة مسلحة لوجهها ولا بيخرب البلد الحياة الناس قد يكون فيه ناس بتمكننا دموا نحامي بيفسروا بشكل مختلف كيف المواجهة لحنا أمنا معها طريقة المواجهة طريقة المواجهة هي عقلانية عبر الدولة وحكما أي شيء خارج عن طبيعة الأمور لن يبقى إلى الأبد أو دائما لابد ما تروح الأمور بشكل صحيح وعلى طبيعتها يعني أي دولة سواء كانت في لبنان أو خارج لبنان لن تدون طمن كل اللبنانيين طمن كل الدول العربية طمن كل الناس مبدئيا أنه نعم حالة الدولة في لبنان اللي بمرحلة معينة هايمنت على الدولة بمرحلة معينة توهمت هي بتي تحكم البلد لا لن تستطيع أن تحكم البلد قدل لفترة معينة تتحكم فيه بفترة معينة إنما ستزول لصالح الدولة يجب أن نكون استراتيجي بنظرة ما يجب أن نكون عقلاني بنظرة ما يجب أن نكون عقلانيين بالحال اللي مشوفه لأدام رغم ما يقوله البعض معادي الوزير بأنه ما سميته دولة هو أصبح اليوم جزء شرعي من الدولة هو يبقى دولة الدولة جزء واحد مكون واحد ما بتحمل إذا بدك على أطراف تبيرات غير واقعية وغير منطقية فبنسمي الأمور بأسماء نعم هي دولة نعم هي عندها شبه جيش نظامي بكل أسف لن نعطيها الشرعية والاعتراف بهذا الجيش بهذا الجيش الغير شرعي لن يسود لن يحكم لبنان إلا الدولة فقط لا غير شناك لحنا كان رهانة رهانة على المؤسسات في بعض الناس عندها ملاحظات ولحنا عندها ملاحظات لن نسوي الملاحظات مش بالإعلام بوسائل مختلفة الرهان على الدولة فقط لا غير ما في لتبرير للدولة لا تبرير لجيش لسلاح غير شرعي ما في لتبرير لأي إنسان لن يلبس البادة العسكرية إلا البادة العسكرية النظامية فقط لغير لطالما نادينا أنه أقلعوا عن التصرفات الميليشيوية أقلعوا عن الحلول محل الدولة هاي الممارسات لن تدوم طويلاً وأنا برأيي حيات المقلب الثاني أو المسار الآخر في الأولى كله بدأ برجع بعيد تماماً رؤيتنا عقلانية رؤيتنا بعيدة مدى شوي صغيرة رؤيتنا الحقيقة سلوك واعي وهادف نحو الدولة والدولة فقط بتخلصناها نعم أكيد الدولة بتخلص الجميع دائماً مع الوزير ولكن حضرتك مع بداية معركة ترابلوس كان عندك بيان ملفت بيان في هذا النفس السياسي والأمني ولكن أيضاً في نفس شعبي دقيق جداً وحساس نعرف أنه عم تتوجه فيه بشكل أساسي لأبناء الشمال وللشارع السني وفيه شرح لمعركة ترابلوس لماذا بتعتقد حضرتك أن الشارع السني والشارع الشمالي يحتاج إلى هذا الاحتواء الاجتماعي والسياسي في مرحلة دقيقة مثل معركة ترابلوس طبيعي بدأ نوجه الناس نحو المسار العقلاني نحو المسار الهادف نروح بالغرائز الغرائز بتوبي دائماً إلى محلات غلط نحن نروح بعقلانية معينة طالما عنا سئة لأنه طبيعية الأمور دائماً تنحو نحو أنه الطبيعة هي تسود الأمر الطبيعي بيسود أي أمر غير طبيعي لو كان موجود بفترة معينة أننا لن يبقى طويلاً ونحن جيل عشنا تجارب عديدة حتى في لبنان سواء تجارب للبنانيين عملوا ما يشبه الدولة أو الأمن الزاتي أو ما يشبه الدولة المدنية بها المعنى الإدارة المدنية وكل زال الدولة اللي احنا اليوم عم نعاني مننا ولي حتى شعبنا وخاصة بالشمال عم بيعاني مننا فين يطمعن كل لن يدوم طويلاً الأمور بلش بالمقلب التاني كل ما نعرف تماماً لحنا كلبنانيين توافقنا على أنه تحكمنا الدولة اللبنانية فقط لغير لم نتوافق عن الدولة الفلانية أو الدولة الحلانية أو دولة الفلانية ما بيحكم اللبنانيين غير الدولة اللبنانية فقط لغير أي شكل للدولة لن يبرر ولن يعطى الشرعية ولن نقبل فيها مهنة كلها في الأمر إنما إحنا منا مع أنه ركب دويلة بوش دويلة العوض بسلامتك بروح البلد نعم نتبنى الدولة نساند الدولة ندعم الدولة لدينا ملاحظات على بعض المؤسسات أكيد هذه الملاحظات بنعبر عنا بقنوات معينة ما تهشن بالمؤسسات بالعكس بدنا نصحح مسار المؤسسات نعم طبعاين الوزير في فكرة كررتها حضرتك مرتين وهي أنه المسار الآخر بدأ ياريت تتفصلنا أكتر بهالنقطة ماذا تعني بها نعم العدل العكسي بدأ صحيح 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 نعرف الدولة خلي نسمي للأبور بأسماء أنا أقصد المشروع الإيراني المشروع الإيراني خلي نكون نحط النقاط على الحروف اللي هو توهم بمرحلة معينة أنه بمد إيده على بعض الدولة العربية نعم بمرحلة معينة أكيد عن النوع من الحضور بمرحلة معين هذا الحضور كان عنده قدرة عسكرية معينة كان عنده دعم من سوريا نظام بمرحلة معينة كان عنده إمكانية مادية معينة كان عنده احتضان شعبي من كل لبنانية لأنه فات على لبنان تحت رايد مقاومة العدو الإسرائيلي وتحت رايد أنه بده يحرر فلسطين اليوم بتصور هذا الدور نكشف تماما اليوم لا شك وقت له هو القاتل العدو الإسرائيلي قدامه ربطحية وانحنانة قدامه وقدام شهدائه وقت له ارتد صلاح على الداخل اللبناني وقت له ارتد صلاح على قلب سوريا وزج حاله بسراع إلى جانب نظام نعتبره نظام جائر نظام توتاليتاري نظام غير مقبول من شعبه نعم نحرف عن مصاره الطبيعي خسر احتضان أغلب اللبنانيين بالعكس بدل ما يكون هو محتضم من اللبنانيين صار حقيقة مكروه من اللبنانيين اليوم كلنا بنعرف تماما إذا سميناها الثورة إذا لم تحتضن إذا كانت ثورة حقيقية إذا لم تحتضن من شعبه بتنوت اليوم ما عدت ثورة بكل أسف صارت هذا مشروع هنا على المهن المشروع تدخل بقلب سوريا عسكريا مرفوض منه وبدأ يخسر كل تطيطه أو مناصرته الشعبية نعم يضاف معلش خط الامداد قطع من بغداد إلى حمص منعرف تماما إذا كان فيه خط امداد يجيب برا كل شيء سلاح وأموال صار فيه قطع لهذا الخط من بغداد إلى حمص من قبل باعش قطع يضاف أنا عم بحكي بالوقاع مش عم بحكي نعم قطع سواء من قبل باعش أو من جيش الحر أنا ما عم فوت على اللعبة التفصيلية السورية اليوم عمقول أنا بوقاع الأمور هو قطع خط الامداد والإمكانيات المادية كذلك الأمر ضعفت وبتصور أنه نقاط القوة لهذا المشروع تراجعت آسف أنه فلتت خلينا أعطيك ثواني قليلة معا للوزير ياريت حدا من الشباب لا لا مش الحال عظيم لهم تكون مرتاح إذن نقاط القوة للمشروع الأهم شيء ما تمنحكينا الاحتضام اللبناني الشعبي فقد جزء كبير ثلاثة ربيع وفقدوا الإمكانيات المادية خسرة خط الامداد خسر ونوصلت لنظام السوري اللي كان واقف على إجراء عم يبطش بالشعب وعم يقدم له الدعن كذلك الأمر خسره مشان هاتبقوا لكل لبناني نعم مشروع هدوة اللي يبلش بالتراجع وبتشوف إنه ستسود الدولة وهيك طبيعة الأمور الحقيقة نعم بدي كمان ارجع للمقارنة اللي عم تصير بالأعلام اللبناني اللي دايما نشط جدا حقيقة معاني الوزير بين ترابلوس وعرسال نعم بضمن هذه المقارنة يقال بأنه التغطية السياسية بين هلالين السنية للأسف كل المنطقة عم تحكي هذا المنطق التغطية السياسية السنية بين معركة عرسال ومعركة ترابلوس مختلفة جدا بتفسرنا هالنقطة أو شو تعليقك بالتحديد عليها لا لا لحنا كفريق سياسي إجبالا كنا نغطي الجيش بكل المعارك المبدئيا اللي هي لصالح البلد الحقيقة في بعض المحلات أكيد كنا لحنا حكما نعنيين بحماية عرسال من أي مشروع بيكون عم يخطط له خزب الله أو بيكون عم يحاول يعني الوقيعة بين الجيش وبين الأهالي كنا نوعنيين نعم منعنا الاحتمالات المباشرة بين أهل العرسال وبين الجيش اللبناني بنفس الشيء ترابس كذلك الأمر نعم نحنا نؤيد سلوكيات الجيش اللبناني نحنا ندعم المؤسسات اللبنانية إنما ترابس عزيزة علينا ولحنا في حال إذا مثل ما حكينا في ناس راحت على ردة فعل بسمية بدم حامي زيادة عن نزوم قد يكون انتحاري أو محل الغلط نعم نحنا مع تصحيح المصار لنكمل بعلاقتنا بشكل استراتيجي وبشكل بعيد المدى نعم طيب معالي الوزير أيضا من الكلام اللي قرأته بأنه هناك من ربط بين عودة قائد الجيش العماد جون قهواجي من اجتماع رؤساء أركان الجيوش يعني قادة الجيوش المنضوية تحت التحالف الدولي في واشنطن واللي الكل طبعا وصفه وكل المعلومات إنه كان اجتماع مهم جدا عودة العماد قهواجي من هذا الاجتماع ومعركة طرابلس هل هذا سليم؟ هل في أي ضغوطات دولية على لبنان؟ هل في طلبات من لبنان؟ لا يشكل لحنا الحياة كنا عم نادي دايما يا أخوان في شباب بطر عبص بالشمال لبنان عم بيروحوا باتجاه برأيي أنا بتصور حياة اتجاه سميه بدم حامل باتجاه الخاطئ بوصل إذا بدك لأزمات بالبلد كنا مع العلاج المعالجة الهادئة وكلنا بنعرف قبل بشهرة أنا تدخلت بطريقة معالجة حتى مروا على جزء من جراحة صغيرة لحنا كنا بجراحة صغيرة مش بجراحة كبيرة إنما كنت بفضل أنا علاجها قبل ما بفوت على الجراحة اليوم بكل أسف تفاقمت لحده بتصور معينة فتنا لحنا وجيش لبناني كان في جراحة برأيي محدودة وخلصة العملية والكل من نعرف أنه أهل التباني كانوا مع الجيش لبناني أهالي الأسواق الداخلية كانوا مع الجيش لبناني بوش مجموعة فين يقول بطلق أنه بيرحوا بشكل غرائزي بطريقة بمحامية هاي بتعور المجتمع الترابسي بتعور المجتمع السني بتعور المجتمع اللغناني كله سوا شانيك نعم هل أد تحت المسؤولية عند المسؤولية طبعا المطلوبة منها لحتى نعالج هال سمية التورم اللي برأيي ما كان صحي وما كان سليم لما يا الوزير هل كلامك هذا بأكد أيضا ما يتم تداوله بأنه جبهة النصرة وهي التي كانت تقود العمليات في الشمال بالفترة الأخيرة وما هو حجم الوجود هذه التنظيمات أو حجم دورها بلبنان الآن نحن اليوم بترابس كنا عم نشوف مجموعتين الحقيقة مش مجموعة وحدة في على أسهر عملية اللي عملها جيش اللبناني بيعصوم هاي مجموعة كانت لحد ما عندها نعم الرابط مع هاي داعش مش مع النصرة واللي هي عملة ردة الفعل بالأسواق الداخلية واللي لحنا وأهل الأسواق الداخلية على جنابي ساعات محدودة بدون تقريبا بدون استعمال قوة عسكرية إلا بشكل محدود جدا ثم بعضين المجموعة التانية اللي تحركت بقلب داب التباني عندها ارتباط نوعا ما بالنصرة مش بداعش ما بداية بقت كل النهار مش متحركة في نقول لكل الناس لكل لبنانيين لكل الإخوان العرب هاي المجموعة كانت حولي ثلاثين عصر المجموعة كانت ثلاثين عصر وكانوا كل الأهل اللي بيعرفوا تماما برغم من أنه فيه ناس متلحكين الدم الحامي بيبرر هات سلوكيت هاي أغلب الترباطيسيين ما بليقوا هذا الطريق هو السليم وهو الطريق اللي بيوضي لشفاء العاجل بدون ما يكون عنده تدعيات أو عنده تدعيات سلبية ومدمرة للمجتمع نعم معي الوزير بيها السياق هاد هيدا بيطبعا بيظل اللي شرحته الحادة اللي تعيشها المنطقة وتعيشها على وقع الدم وليس فقط الخطاب السياسي الدم والدم الكثير سنة وشيعة وغير ذلك بكل أسب صحيح في كلام بلبنان من بين طبعا دول أخرى أنه ربما الصوت السني المعتدر لم يعود له مكان كثيرا بسبب دور حزب الله في سوريا بسبب هذا المشروع الإيراني الذي يتوغل أكثر فأكثر وبالتالي ما يمثل تيار المستقبل والقوة التي متحالفة معه هي تخسر شعبيا بدي أسمع رأيك بهذه النقطة لا ما بواف صحيح نحن نعلم إستعاطة رأيه بترابس بشكل أساسي كنموزج الحقيقة الاعتدال السني ما عم يخسر نهائيا صوت الاحتقام يمكن يكون أحيانا بيصرخ أكثر إنما العدد لا الحقيقة والاحتواء الشعبي لبعض الاعتدال برأيي ما بينقص دبنان إلا المعتدرين تحرف المعتدرين بعكس ما كان عم ينظر البعض إنه ولا تحالف الأقليات ممكن يخلصوا بالعكس تحالف الأقليات هو قصر نظر سياسي بيورد أصحابه كثيرا أنا برأيي تحالف المعتدرين من كل الطواف في لبنان هو بينقص البلد الاعتدالي السني بعده بمثل أغلبية الساحة السنية اللبنانيين ما في خوف عليه نهائيا نعم يمكن غبنا عنه كتير مبدئيا بس بعد كل الناس ماشي بمنحة اعتدالي وأكبر دليل إنه مبارح المجموعتين اللي هني برجع بقول نتيجة الاحتكان راحوا لترجموا احتكانه بشكل خاطئ أنا بتصور ما كانوا بمسلوا عددين لثلاثين شاب هون لثلاثين شاب هون كان في حلقتين يمكن زادوا كمان ثلاثين أو أكتر شوي بس مش أكتر من هاي نعم بمدينة فيها خمسمائة ألف مواطن وخمسمائة ألف عنصر نعم هذه المعركة معالي الوزير ويعني حضور أكبر لهذه التسميات لبنانيا داعش والنصرة إلى أي مدى في تخوف من أنه لبنان دخل هذه الدوامي خلاص هذه التنظيمات أصبحت موجودة في لبنان في هذه المنطقة أو تلك ولبنان يجب أن يعيش على وقع عمليات بأي لحظة ليش هكترجع بأكد لكل الناس خدو كنوا واقعين مضموش العالم في بركان حدمة هذا البركان حكما عنده تداعيات على السياحة اللبنانية إنما بيرأي تداعيات محدودة وضمن قدرة اللبنانيين على السيطرة عليها برجع أنا واعتمد نوع من الصور صورت أنه الواقع الواقع بسوريا كأنه بركان على حدود دند وباشرة بلاش يقذف حمام والبركان كل ما نعرف بيقذف سيل وبيقذف حمام لحنا الحمد للسيل ما رح يجي لعنا لأنه نوعا ما عنا نوع من المناعة وخلينا نسمي الأمور بأسماء في نوع من الحماية أو نوع من القرار الإقليمي الدولي مع قرار للأطراف الداخليين إنه بالنهاية ما بدنا البلد يفلت أو البلد يتدمر اللي عم بصير نعم في بعض الحمام هم تجي لعنا على لبنان مثل ما شفنا بطرابوس مثل ما شفنا بعض الأناكل الأخرى ببريتال أو بعرسال إنما برأي كل حوالس اللي عم تصير ضمن قدرة المجتمع اللبناني والمؤسسات الأمنية الرسمية اللبنانية على السيطرة عليها وعلى أطفاءها مشاناك نعم في تبعيات حكما لواقع سوريا في حمام هم تجي على الأراضينا تستمر كل لبناني إنو هاي الحمام ضمن قدرتنا على السيطرة وعلى التحكم فيها نعم تبعاني اليزير جبهة النصرة بالأمس هددت بإن ستعدم أحد الجنود اللبنانيين المخطوفين لديها ثم مددت المهلة أربع ساعات ثم تراجعت عن الإعدام وأعلنت بإنه هي لم تعدم الجندي لأنه مطالبها تحققت ماذا يحصل في هذا الملف أسف أنيقول اللي يكون فيه عندنا هالحادسة بين وبين جبهة النصرة أو بين أي مكون سوري آخر لحنا اليوم نعم نصرنا ثورة سورية قبل ما يكون فيه نصرة أو داعش لإسقاط نظام اعتبرناه كان جائر بحق الأحرار السورية وجائر حتى بحق لبنان لنشوف نظام آخر بديل يحترم حقوق الإنسان يحترم جوار يحترم العلاقات التاريخية بين اللبنانيين والسوريين ويحترم القواص المشتركة بين اللبنانيين والسوريين آسف أنيقول نعم اعتبرت أني بمرحل معينة أنه قطف الجنود اللبنانيين في نقطة صوداء في تاريخ العلاقة اللي بنشوفها مستقبلا لازم تكون زاهية مش على صورة العلاقة مع نظام بشار الأسد أو مع نظام الأسدي بسوريا نعم أنا برأي أخطأه مما ساهم بخطف الجنود اللبنانيين أخطأ بمستقبل العلاقات وتركت نقطة صوداء على هذه علاقات بتأمل نرجع وكل السوريين اللي قادرين يمونوا على النصرة أو على داعش يقولوا نعم مش مفهود يكون فيه لا خطف ولا أي شيء وأن يطلق سراح جنود اللبنانيين بأسرع ما يمكن سالمين مع الززين المكرمين لأنه فعلا نحن عم نطلع كنا أنه الثورة السورية أو الاتفاة السورية لأسف أن يقول بعدين صار فيه داعش والنصرة أنه تبني علاقات مختلفة عما كانت بين لبنان وبين سوريا أيام حفظ الأسد أو بشار الأسد ولكن لبنان أيضا بالأسبوع الماضي أخذ قرار عدم استقبال أي لاجئين جدد فيما اعتبر بأنه في شق أمني بهذا القرار والحكومة هي اللي تخذته لا اليوم على المستوى الإنساني على المستوى الأخوي نعم نحن معنيين باستقبال أي نزح سوريا يضطر إلى لبنان بس كل دولة عندها قدرة محدودة نحن اليوم بتعرفي مجتمع لبناني فيه بقلبه أربع مليون لبناني فقط لغير كل دول العالم بس لغير مواطنين بيبلغ نسبتهم سبعة بالمية وما فوق بيبلش يعتبر حاله هو يصر بمرحضة خطر وبمرحضة عباو الأحمر اليوم نحن آسف أن يؤثر بالحدود أكتر من 33% من عدد سكران لبنان فيه نازحين من أخواننا السوريين برجع بأكد إنسانيا أهلا وسلافيون آآ أخويا أهلا وسلافيون بس ما في دولة فيها تحمل أكتر من قدراتها أنا بشوف أنه في حال إذا لا سمح طورة الأحداث العسكرية السورية ما قدروا أخواننا السوريين يرجع على بلادهم نعم قد نرى تدعيات سلبية للوجود السوري باعتبار أنه بالنهاية الرقم أو نسبة صارت أعلى من قدرة أي دولة تحملها لضاق حتى كلفتة المادية لبنان عم بيعاني منها لأنه يخل شي آسف أني قول حسب بيقول وزير صديقنا الوزير رشيد دربيس وزير شؤون اجتماعي نعم أغلب الوعود اللي وعدنا فيها بدعم مادي أو بتغطي نافقات لأخوان السوريين كان لحد ما وعود لحد ما ما ترجم إلا جزء يسير لبنان كذلك الأمر عنده ضائق مالية ما فيه تحمل أكثر من قدرته نعم تبعاني الوزير اليوم وحضرتك يعني انتقلت إلى الوزارة من بعد ترأسك أحد أبرز الأجهزة الأمنية اللبنانية وأيضا حتى بعد ما تركت هذا الجهاز قيل وكان دايما يعني يشار لحضرتك بأنه أنت أساسي حتى بربما ببعض المعارك اللي اندلعت بطرابلوس كيف بتوصف العلاقة بين الأجهزة الأمنية كلها مع بعض اليوم هذا العبد دوري على المستوى الوطني كان فيه كلام أكيد نفري 8000 من كل أبواق 8000 كلام لم أعرضه أي انتباه نهائيا أنا كنت عم أقول بوجباتي لحماية وطني سواء كان من شبكات التجسس الإسرائيلي وأفاخر بشكل أساسي أني أنا وسام الحسن الله يرحمه فككنا حوالي 23 شبكة تجسس إسرائيلي لأول برّة بتاريخ صراع العربي الإسرائيلي بملفات قد تكون من أحدث أو من الأرقى ومن الأكثر حرافية بالعمل الأمني فككنا العدد كبير من الشبكات الجريمة المنظمة من الشبكات الإرهابية من الجريمة العادية إذن لحنا طورنا جهازنا لدرجة أنه لحمية لبنان والحمية الوطن فقط لغير مش حماية لا طائفة ولا مذهب ولا مطقة جرافية وآيش بالمقابل في حدا نتهمنا نعم وقفنا بوش المشروع الإيراني نعم وقفنا بوش المشروع الإيراني وما زلت وقت بوش المشروع الإيراني لن يسود في لبنان إلا مشروع لبناني فقط لغير لن نكون جزء من إيران نهائيا ولا نكون مهادنين لأي مشروع غير لبناني نهائيا مع الوزير بصفتك اليوم على رأس وزارة العدل أكيد جزء كبير من الآن موضوع الموقوفين والتحقيقات بده يوصل لعند حضرتك برأيك هل هيدا باب يعني التصويب بناحيتك من جديد أو أي نوع من المسئولية بتوصفها على كاهلك لأولاد منطقتك خليني وضح معلش أنا وزير عدل أنا مش قاضي عندنا القضاء عمل ومستقل حتى وزير العدل ما له تدخل مباشر بشكل يعني بالأحكام القضائية نهائيا قد بوضع سياسي حتى ما يكون متل ما حكينا يعني متشكوا كل لبنانيين بصيف وشتاء على صقف واحد تماما متنورتنا من السوريين متنورتنا بالمرحلة السابقة نعم عم نصحح المسار اللي بيطلب مني أني أنا أني زيل بقايا 30 سنة بـ 33 شهر برأيي بيكون تباوي كتير الحياة أنا نعم عم بروح باتجاه أني أعمل خطوات إصلاحية خطوات تصحيحية بقلب المساري القضائي القضاء في نخب عنا بالقضاء اللبناني عم بيتعاونوا معي بشكل كتير إيجابي تماما إنما في تركي ميروطي بـ 30 سنة ما حدا ليه تزيل 30 شهر يمكن بده بده سنتين أو بده 63 سنين على الأقل حياة إنما بلشتنا بتصحيح المسار بشكل عقلاني بشكل موضوعي أنا مني متحزب لا إذا بدك بناطقيا ولا أنه مذهبيا ولا سياسيا أنا بسكون بمكان عام بعمل للبنان كله سوا وعم بشتغل للبنان كله سوا نعم في جسم وحيد باللبنان أو للدولة اللبنانية الآن يعمل هو هذه الحكومة مع طارة الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية أيضا يقال إنها ستطير مجددا وبالتالي كيف العلاقة بين بعض خاصة إنه اسم حضرتك كان في عليا فيتو عن تشكيل هذه الحكومة من طرف معين طبعا صحيح في حد يعتبر حاله من ضمن يعني كأنه بعد وصي على لبنان حط فيتو عليها على وزارة الداخلية أكيد حقيقة وأنا أصريت إذا ما كانت وزارة إلى حد كريمة بين هلالين مبدأ أيام أكيد مني مستوزير ولا مقاتل للوزارة نعم بتصور المفوض يعرف كل المكونات اللبنانية إنه نحن المواطنين متكافئين بالحقوق والموجبات ما حدا إلحق فيتو على التاني ما حدا عنده أولوية حد تاني يعني ما في مواطني بزايت ومواطني بسامني نعم متما هو إلحقوق أنا إلحقوق أنا فيتغصب لعنه على الوزارة وعنه على الوزارة أنا فرطة يكون كريمة تماما الحقيقة وإخر شيء إذا حنكون غصب لعنه بيريد ما بيريد إحنا متسوين بالحقوق لا شك وضع الحكومي وضع منه سليم أبدا كده يكون هذا الجسم الوحيد اللي عم يلمض بحدود معينة كمان يعني كأنه فيه إنسان عن يمشي على إجر وحدة فقط لها لأنه ارتكبنا إحنا جريمة وطنية بحق لبنان وقت لما انتخذ رأي جمهورية بـ 25-5 بوقت الاستحقاق الدستوري نعم إنه عكس عدم انتخاب أو الشغور الرئاسي إنه عكس إنه مجلس نوعي بصار شده معطل نعم اليوم الحكومة صارت لحد ما تطريت تروح على قرارات بالتوافق يمنوا عمل دستور يمنوا عمل إذا بدك بحيويتها الكاملة إذا تعطل جزئيا نعم مجلس نوعي بنسبة عالية جدا الحكومة تعطلت جزئيا برجع بقول ما بصح المصار احتراما لشاركتها الوطنية نعم احتراما لوطنها واحتراما لبظالة الأميل السياسية نعم لحاجة لقلة يجب أن ننتخذ ننتخذ بأسرع ما يمكن رأي جمهورية عزي شكرا جزيلا لهالحديث لخصيتنا فيه معالي وزير عدل لبناني شرافري في ضيفنا من بيروت أشكرك شكرا جزيلا